اشتركوا في القناة المتحرش بالطفلة طفلة المعيدي حقيقة يعني ده حاجة كلنا كلنا يعني كل اللي كان عنده حاجة قالها ولي شتم طيب احنا في جانب لازم نحط عليه نقطة انا مش اشرح شخصية المتحرش لو في فرصة وفي لسه وقت انا اشرح يعني ايه من هو المتحرش وكل ده ولكن انا دلوقتي بتكلم ازاي نجنب الاطفال هذا الفعل الناتج من سلوك مش طبيعي سلوك شخص منحرف احنا بنتكلم النهاردة ازاي نحمي الاولاد مش بنتكلم بقى وجزاء والحاجات دي احنا هنتكلم من نظرة سيكولوجية ليه بس لو يتسع الحلقات يعني سوري يتسع الدقيق بتاعتنا لان انا مش هحكي مش هحكي في القصة دي ونضيع الوقت في شخصية المتحرش احنا هنلحق او هننقذ ما يمكن انقاذه وده المهم يعني ايه حاجة ملهاش اي لازمة مش هنتكلم عنها بس هنتكلم ازاي نجنب الاطفال اللي هي سروة مصر اللي هي سروة مصر الاطفال بتوعنا ازاي نحميهم من هذا الفعل المشين او من هذا الشخص المتحرش ما هي انواع التحرش فيه تحرش لفظي تحرش معناوي تحرش جنسي طيب الاطفال اللي عندنا دي عندك من سن صغير لحد مثلا قبل سن المراهقة وبعد المراهقة احنا عندنا الطفل وهو صغير من بداية يوم لحد 18 سنة يعد طفل فاحنا بتتكلم في الحتة دي انه الجزئية دي بالذات لازم نغطيها تماما طيب عندنا من هو المتحرش او الشخص اللي ممكن يتحرش بطفل هل هو شخص غريب الاجابة مش دايما يعني عند حضرتك من وسط 100 100 شخص يعرفهم من الطفل 7 بس اغراب او ما يعرفهمش 7 اغراب بس 7% يعني 7 عدد 7 من 100 حد ممكن يتحرشوا بالطفل اللي ما عرفوهوش طب اذا في حد ممكن يبقى قريب ويتحرش بي ايوة مش قريبه هنا بمعنى الارابة بمعنى شخص يصدق فيه شخص بيحبه ممكن تلاقي البقال ممكن تلاقي الحلاء ممكن تلاقي اي حاجة بيتعامل مع الطفل بواب المدرسة بواب العمارة احنا مش بنقول حد بعين وانا بوضح لحضراتكم الارابة تبقى ازاي مش لازم حد قريب من الطبقة الاولى للطفل ولا الحاجات دي انا بتكلم عموما دي نمازج موجودة والبنات ممكن تتحرش بيهن المربيات ممكن يعني على حسب بالنمازج للشخص المتحرش نفسه لازم يبقى عارف ان فيه يعني فيه حب بينه وبين الطفل الطفل عمره ما هيقبل ان حد يهزر معاه او يكلمه الا ما يكون حد قريبا يعني فيه علاقة حب او اقصد اقول واخد عليه بيتكلم معاه او الى اخره طيب الامهات بقى يا جماعة عشان خطر يا جماعة معانا مدخلة ونقول الو اهلا وسهلا دوابا من اصوال لا اهلا وسهلا اتفضل يا فن حضرتك طب اللي بيتحرشوا الالكترونية بالناس دولي ناس الكذبين الأفكين اللي بيلموا الحقدة والحسد عن ناس النجحين المستقيمين المحترمين وما بيلاكوش دليل ولا مواجهات حضرتك يلموا الفسد والحقدة من كل مكان سواء من الأقارب أو الأباعد عشان خاطر حفظهم على الانسان الناجح المستقيم المحترم ويدع انهم ضيواعوا بالكتب والباطل والزور البوتان عشان يلموا فلوس من وعشان خاطر يشوروا نفسهم بالباطل حضرتك الناس دي يعني نصرفهم نفنفهم ما دولة بقضوا خطر على المجتمع لانهم حضرتك بيشغلوا الناس بالهيافات ويشغلوا الناس عن انجازات الدولة بدلما الناس يشغل بانجازات الدولة وانجازات الرئيس وانجازات الحكومة بيشغلوا بالهيافات والناس دي بتكون لكل غمى انها تشير نفسه وانجازات الدولة وانجازات الدولة بيلموا الحقدة دا والفسدة من العقارب والأباعث حضرتك الناس دي يعني تصنف ايه يعني ونتعامل معهم ازاي يعني ويبدع انهم بيواعي هما قدابين مش موعين نفسهم حضرتك اما قاس والاخلاق اخلاقهم انا بيشكر حضرتك على المداخلة وهارد على حضرتك حالا دلوقتي احنا الاستاذة اللي هي يعني لسه المداخلة كانت معانا دلوقتي بتتكلم عن الناس اللي هما بيطعنوا في سمع الناس يعني وما اكثرهم يبقى الواحد قاعد في امان الله وتلاقي الناس تتكلم عليه يعني الناس مشغولة بالناس بدل ما الناس تشتغل على نفسها دا مسموش تحرش دا اسمها نمازج او علاقات سامة او شخص سام او شخصيات سامة بتسمم حياة الانسان الناجح المستقيم اللي ماشي كويس الانسان اللي يعرف ربنا فدي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضة دا الرد بتاعي على حضرتك تمام نرجع تاني لفكرة ان ازاي اجنب الاطفال التحرش الوقت الام سواء ايا كان هي يعني يشوف الكوادر في البلد اعلى كادر في البلد مش مشكلة خالص مفيش اي مشكلة لازم تحط عينيها على الطفل قبل ما تحط عينيها على الطفل لازم تتكلم معاها تقوله جسمك دا ملكية خاصة ليك غير مسموح لحد انه يلمس جسمك تاني حاجة بتعرفوا الاجزاء اللي في جسمه اللي المفروض محدش يلمسها زي ما بنقول دي العين دا المناخير دي الويدان ما عرفش ايو دا الوش وتعرفوا الاسماء اللي في جسمه او في جسم الطفلة يعني بتقول لها ايه الاسماء دي او بتقول لها ايه يعني المناطق دي واسمها ايه ولو حد عمل معاك حاجة او عمل معاك حاجة تيجي تقول لي فورا فلازم يحصل توعية للاطفال ان الجسمكم ملكية خاصة والاجزاء تحديدا بالنسبة للولد وبالنسبة للبنت طبعا تقول لها وتفهمها او تفهموا انه ممنوع منعا باتا طيب في حالة الطفل تعرض للتحرش يعمل ايه طيب الاول فيه لمسة فيه لمسات وفيه نظرات دلوقتي لازم الطفل يفرق بين ان حد يطبطب عليه لمجرد انه طفل وحد تاني يعني احنا طبعا مشان نتطرق للفيديو لان الفيديو فيه شرح وافي الفيديو اللي احنا شفناه طبعا لهذا عرش مصر كلها كلنا ديقنا وتأثرنا وانه لا فيديو وفيديو نموذجي يعني بصراحة كل كل حتة في الفيديو ليها تفسير من علم النفس فالفيديو ده شخصيا انا مش هتطرق ليه بس احنا الطفل نفسه يبقى فاهم ان فيه لمسات غير مسموح بيها حتى لو على ظهره حتى لو على راسه البصة نفسها فيه حاجة لازم نفاهم من الطفل ولازم نوري له فيديوهات نقوله فيها البصات ازاي من علم الفراسة لو حد بصلك بطريقة ما يبقى الشخص ده مش كويس ليك عايز يأذيك بالمناسبة يا جماعة فيه ناس قالوا لي عجبهم كذا حلقة من حلقات الفراسة اللي انا اتكلمت فيها قبل كده يعني شيء بشيء يذكر فانا هتكلم بعد كده عن النماذج اللي في حياتنا تقدر تعرف الشخص زي بيحبك او بيكرهك وإلى آخره من علم الفراسة من خلال حركات جسده فده حاجة بعدين هناخد شط احنا لسه مع بعض بإذن الله يعني ايه مكملين في الحلقات فكل حلقة هتبقى متنوعة ومختلفة بطلباتكم نرجع تاني بنقول الطفل خلاص ده جسمك ملكية خاصة مسموح للأب والأم بس لو في حالة مثلا احتاج حاجة الطفل هو يعني يعني الأب والأم بس المنوطين بلمس أجزاء معينة من الجسم في حالة احتاج حاجة او عايز مساعدة خلاص كده طيب لما يجي الطفل يعترف لو لقدر طب نعرف ازاي لقدر الله الطفل ده تعرض لتحرش اول حاجة خالص بنلاقي اتقلب يعني اتقلب او اتقلب اتحياتها 180 درجة 180 درجة يعني بعد ما كانت بتنام ما بقتش تنام او بعد ما كان بيحب الفيديو جيمز ما بقاش حابب شخص معين لما بيتشاف الطفل بيقعد يصوت او تقعد يصوت فيه قرق وبررة مش ده مش ده الطفل انت نفسك او حضرتك نفسك بتقولي مش ده ابني او مش ده بنتي الطفل ده تعرض لحاجة مش عارف يوصفها لانه خايف يقول فاحنا يا جماعة حتة خايف دي احنا لازم نقطع حاجة اسمها خوف بين الاب والاولاد والعكس والام والاولاد يعني الطفل بيجي يعترف ويقول ومفيش اي مشكلة وبديله الامان قول مش مجدش ما عارفش ما عملتش ايه انت المفروض كنت تتصل بيا والمفروض يبقى الطفل الطفل بيولام على فعل هو نفسه مش مدرك اللي بيحصل ده جاي يحكي لك لانك المفروض ميديله الامان طيب ما دتلوش الامان انت ما دتلوش الامان هيبتدي لو حصل حاجة يخاف طيب اول حاجة بنقول للطفل يعملها لو حد اقرب منه بحركات او بصات مريبة او لمس مش مفهوم او مش مظبوط الطفل ده لازم يسرخ ويسرخ ما يسرخش الصراخ عادي كده يصوت يصوت يعني صويت يعني يجيب من يعني بصه هو كده صويت بقى مش اللي هو الصوت العادي ده لا صوات فعلا يعني ليه بقى الشخص المتحرش بيكون جبان فيه شخص جبان يقوم مخدود من الصرخة والطفل يجري تاني حاجة بأول حاجة بيصرخ تاني حاجة يجري بأقصى سرعة والاطفال بتعرف تجري بأقصى سرعة حتى لو التاني لحقه اكيد ربنا هينجده بحد ماشي لو ماشي يعني في حتى لوحده طيب اذا احنا بنقول ايه الاب والام ما يسيبوش ولادهم مع البقال ولا البواب ولا يرجعوا بالمدرسة لوحدهم ولا الكلام ده كله يبقى الاطفال معروف خط سرها من بداية ما بيصحوا من نوم لحد ما بيدخلوا سريرهم يناموا مش احنا بنخلف وخلاص او يلا معامه ومش عارفة مين اللي بقال ده راجل طيب جدا ده راجل راجل يعني مخلف وراجل يعتبر زي والدك ده راجل يعتبر زي ما عرفش ايه والحاجات دي كلها اللي ابتدي مجالات فيما بعد للنفوس المريضة الضعيفة ان هي تستفرض بالاطفال وتتعامل معهم تعامل غير ولا هيريحهم او التعامل هيزعجهم وهيزعج حضراتكم فيما بعد وهتندموا وتقولوا يا ريتنا كنا متابعين الاولاد وعارفين الدنيا ماشية زي معاهم انما لا احنا ما نسقش في حد اقولكم على حاجة انا اخشى ما اخشى في اللي بقوله انه حتى الاصدقاء يعني اصدقاء الزوجة او اصدقاء الزوج ممكن يتحرشوا بالاولاد يعني اولاد الشخص اللي رايحين زيارة لي مع الوقت دعمه فلان جه فيبتدي الدنيا تلاقوا الدنيا ايه مش في حاجة غلط تمام كده فايحنا برضو ما نديش الامان ولا نفتح الابواب على مصرعيها ولا نقفل تماما نبتعد عن العالم نخلي الباب موارب نعرف بنختار مين نعرف اصدقاء ولادنا مين وزينا ولا لا نفس التربية لتحرش من طفل اكبر منه ايوة ممكن جدا لو التربية في البيت بتاعت الطفل المتحرش ده تربية فزدة الام مش واخدة بالها من الاولاد الزوج بيشتغل وسايب الدنيا الدنيا الولد بيبص على اي محتوى قدامه فبيطبق على اي حد بيقابله لا يا جماعة ناخد بالنا الحكاية دي ما تعديش على خير بالشكل ده يعني ايه الولد ده انت عايز تطلع واحد سوي عايز تطلع واحد سوي للمجتمع لازم بيشتى الطرق اللي عندك اللي عندك واللي مش عندك وتقرأ وتعرف ان الطفل ده لازم يبقى معافى نفسيا عشان ما يتخافش منه ولا يتخاف عليه في المجتمع انما اجي بقى وسايب الدنيا السايب في السايب ولا انا تعبانا النهاردة مجهدة من الشغل مش هقدر اخد بالي من الاولاد انزل عند جارتك مش عارفة تنطي مين او انزل عند عمه ما عرفش مين الكلام ده يا جماعة خطر جدا من كدن جدا وحضراتكم اكيد اكيد اللي انا بقول دلوقتي الكلام ده والامثلة دي حد من حضراتكم مفتكر حاجة او الموضوع اللي انا بقوله ده حد فكر لا طب ما احنا ناخد بالنا انا بعمل كده مثلا مع الاولاد او مع بنتي وابني لما بكون مجهدة ببعته ما عرفش عندي مين جارتنا مين بصق فيها دي اختي مفيش حاجة اسمها اختي مفيش حاجة اسمها اخويا مفيش حاجة اسمها الناس اصدقاء يا جماعة انا هقول لكم على حاجة انت صديقك او صديقة حضرتك فيه جوانب خفية من الشخصية انت مش مدركاها ما تقدرش تقولي مية في المية ان انت او انت شخصيا او اولادك يبقوا في مأمن معاها ابدا لا تراهني يعني مش ده خالص الموضوع الموضوع هي صحبتك وصديقتك وصديق حضرتك ولكن فيه جوانب هو نفسه مخبيها عن نفسه ما بتحضرش غير في الحالات بقى التعبانة يعني او في الحالات الصعبة جدا اللي هو خلاص الفعل عايز يعمله او مع اي حد قدامه طيب لسه هنتكلم تاني عن جزئية النت تمام على سريع كده طيب لازم نختار نشوف اولادنا ويبتعمل على اللي هو مش هنقول جوجل مش هنقول حاجة بس فيه متصفحات للنت اكثر امانا لازم نعرف المحتوى اللي الولاد بتبص عليه لازم نعرف اصدقائهم مين واولياء الامور بتوع اصدقائهم ونعرف ونسأل ونتقص كده ونفهم الولاد اللي هم استروى بتاعتنا دول ودولا اللي هينفعونا في الدنيا والاخرى الدنيا ماشى معهم ازاي ولا هو وخلاص الناس بتخلف وترمي تمام كده طيب من هو المتحرش اخر حتة بقى يا ديئة كده هناختم بها ونقول بس بس بسرعة ليه المتحرش بيعمل كده اولا هو ليه بيعمل كده عشان بيجي له شعور لحظي افكار متلاحقة لازم يعمل الفعل ده بدون حساب اللي هيحصل في المستقبل بدون ايه معرفة النتائج مش معرفة هنقول بدون تقدير النتائج مش مشكلة عايز يعمل ده مع مين بقى مع حد اضعف منه لانه شخص ضعيف لو شخص محترم وشخص قوي عمره ما يعمل كده طيب مع شخص ضعيف يعني ممكن يستضعف بنات تبقى خارجة مثلا من المدارس الابتدائي بنات ولا ليهم في حاجة ولا اي حاجة بس المهم يعمل الفعل اللي مش كويس ده او بكلمة او بفعل او الى اخيره الاطفال احبابه الله اللي طالعين من المدارس الصغيرين ازم بهم مفيش يعني مفيش اي شعور بالمسؤولية غير ده شخص بصوا جماعة هو مش مريض المرض ده عنده انحرافات جنسية ولكن مسؤول مسؤولية كاملة قدام القانون عن افعاله يعني يحاسب بحكم القانون اي ان كان في اي دولة اه وانا لحد كده يعني انتهت الحلقة انتهت الحلقة يعني والكلام انتهى لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها وان شاء الله هنستكمل في الحلقات القادمة مع برنامج صباح الحياة فالى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة